افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة فعاليات المؤتمر الأول لشبكة علم الوراثة في العالم العربي تحت عنوان مؤتمر الوراثة البشرية ما فوق الوراثة والجينوما الشخصي الذي ينظمه مركز الأميرة الجهرة للطب الجزائي والأمراض الوراثية بجامعة الخليج العربي بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وبمشاركة عدد من الدول العربية والعالمية حيث يصلط المؤتمر الضوء لأول مرة في العالم العربي على علم ما فوق الوراثة ودوره في التفاعل بين الجينات والنظام الغذائي في تطور الأمراض المزمنة كما يناقش المؤتمر التطورات الحديثة في طب الجينوم الشخصي وأنماط الجينوم بين العرب بهدف رفع مستوى المعرفة واستشراف الابتكارات والتطورات الحديثة في الوراثة البشرية وأخلاقيات البحوث السريرية إلى جانب خلاصة الخبرة الإقليمية في فحص الأطفال حديثي الولادة وهو دراسة التركيبات الجينية للشعوب عموما كلها وتأثيرها على الأمراض وتأثير كيفية علاج المرضى وهو اللي يسمونه العلاج الشخصي كل واحد يعالج على حسب تركيبة الجينية وفيه أدوية تناسب له وأدوية تناسب له وهي شيء المتقدم في الحقيقة والجامعة الخليج يعني من العاملين في هذا المجال وأشكر لدكتور بعز ودكتور عبدالدكتور العوهلي على هذا المجهود تنظيم هذا المؤتمر في البحرين اللي بنعاكس الحقيقة على أن معلومات قيمة للعاملين في المجال الطبي ترجمة نانسي قنقر